نص وحالات بقى الواحد أنا شايف أنه هو صحيح أن ياسر إبراهيم كان ما نخزمتش ونص تحقه تماماً الرجل سجل جولين وتسبب في طرد وعمل دور دفاعي هايل جداً وراء علي معلول لكن بالنسبة لي أحمد عبدالقادر النهاردة كان مفاجأة كبيرة جداً جداً لأن أحمد عبدالقادر أنا شايف أنه لعيب كويس من فترة سموها شايف أنه لعيب كويس بس لعيب كويس في سموها حاجة واللعيب الكويس في الأهلي حاجة تانية خالص واللعيب البدنيات الحاجات البدنية المطلوبة منه في سموها حاجة والمطلوبة في الأهلي حاجة تانية خالص فالراجل اللي حادي ده 86 النهاردة عامل أداء هايل فأنا حوريك حالات حتبهرك يلا بينا يلا بينا بص يا سيدي دي الحالة الأولى وهي حالة منطقية عادية جداً وهي أن أحمد عبدالقادر بيلعب ناحية الشمال مع علي معلول حاجة عادية جداً فالراجل بيفتح أو ناحية الشمال بياخد معه الراجل الباك اليمين بتاع الهلال ومحمد شريف بيدخل ما بين قلبين الدفاع لشان يفتح مساحة العلي معلول أنه هو يلعب له العرضية ده المركز العادي اللي احنا متعودين عليه لأحمد عبدالقادر أو اللي احنا في دماغنا أن أحمد عبدالقادر حيلعبه على الورقة تمام؟ ندخل بقى الصورة اللي بعدها صورة رقم اثنين أحمد عبدالقادر بيفتح مساحة برضو لعلي معلول بس في حاجة بقى مهمة جداً وهتوضح لك جاءة في الحالات الجاية أن دايماً عبدالقادر لما بيدخل علي معلول يسبقه هو الأدام على طول أحمد عبدالقادر بيرجع يقف مكان علي معلول فهتلاقي أن علي معلول هنا بيدخل جوه منطقة الجزاء علشان يبقى هو الثالث مع محمد شريف وطهر محمد طهر على طول من غير تفكير أحمد عبدالقادر بيروح سحب نفسه برضو منطقة الجزاء ويسد المنطقة بتاعة علي معلول دي كانت الكرة دي في الدقيقة الرابعة كان الأهلة هيسجل منها بس قبل ما توصل لديانج دفاع الهلال أبعدها نشوف بقى الحالة اللي بعد كده بص نفس الموضوع بالزبط على طول لازم عبدالقادر يأخر نفسه عن معلول هو خلاص دماغه متسستمع أنا هأخر نفسي عن علي معلول عندما علي معلول هيتقدم يبقى لازم حد يغطي المساحة الوراء علي معلول دي فلازم أن أنا أكون جاهز أن لو الهلال خطف الكرة أو أن الهلال استرجع للكرة بسرعة وعمل هجمة مرتدة أبقى أنا جاهز أن أنا أغطي مكان علي معلول تمام المراضي بس هو إحنا محتاجين بس نجيب الصورة كده قدام شوية المراضي أن أحمد عبدالقادر هو اللي سابق علي معلول طبعا أحمد عبدالقادر مظاهر في الكدر الصورة بس محتاجة إيه تتضبط كده مقاسة شوية بالزبط فالمراضي يعني أن أحمد عبدالقادر هو اللي سابق معلول أنا بس بوضح لك التفاهم اللي ما بين لعلي معلول غير يعني مع رمضان صبحي لأ يعني من بعد رمضان صبحي تحديداً من الحصال الشتاني براف عليك هذه السنائية اللي كانت رائعة بالرمضان وعلي معلول بس نهار لك التفاهم طلع أقوى ما في علم علوح أيوة براف عليك طلع أقوى ما في علم علوح أنا دائما كنت أقول أنه عالي حتى قعد فترة شوية كده مستوى ما كانش عظيم هجومياً كان بعد رحيل رمضان صبحي على طول الحد الحقيقة أنا كمان يا كريم واحدة من أكتر الحقيقة اللي كان في البداية الجمهور الأهلي أو الجمهور عموماً بيعلق فيها على ثلاثة أربعة ثلاثة إن عالي معلول متسابل واحده وإن عالي معلول دائماً محتاج حد يسنب معاه صح عشان يكون صورياناً قوي رابا دي بقيت موجودة مع أحمد عبدالعاتي مية في المية تمام نكمل برضو نكمل نكمل ميش أحمد عبدالقادر بقى وهو بيعمل إحنا شفنا إزاي أحمد عبدالقادر فيه تفاهم ما بينه ما بين علي معلول طب أحمد عبدالقادر بقى إمكانياته الفردية فين أحمد عبدالقادر هنا وهو من الجناح بيحاول يدخل منطقة الجزاء ويسدد الصورة دي والصورة اللي بعدها دي كانت كرة ويتصدى لها حارس الهلال تسديدة وتصدى لها حارس الهلال بالضبط كده طيب الدور بقى التاني بتاع أحمد عبدالقادر اللي هو واحد من سلاسي الهجوم هنشوفه في الحالات بقى الجاي تمام؟ اللي بعدها أحمد عبدالقادر وهو جوا منطقة الجزاء بيستخدم مهاراته الفردية علشان بعد كده يسجل الجول التالت للأهل كده إحنا شفنا إيه؟ شفنا أحمد عبدالقادر الوينج وشفنا أحمد عبدالقادر المهاجم تعال بقى نشوف أحمد عبدالقادر الارتكاز تمام؟ لا بس ده صنع الألعاب اللي هو طيب أحمد عبدالقادر وهو بيتحرك في العمق علشان يبقى هو كأننا شايفين علي معلول هو المهاجم يعني علي معلول هو اللي هيضم كده ومحمد شريف والناحية تم حسين الشحات إزاي أحمد عبدالقادر بيتحرك في العمق علشان يصنع فرصة لمحمد شريف وعنده علي معلول فاتح احسين الشحات بعيد عنه شوية في مدافع بيتعامل معه بشكل كويس بس إزاي عنده بيفتح لنفسه زاويتين للتمرير واحدة لمحمد شريف واحدة العالم معلول وفعلا بلعبها لمحمد شريف تبقى انفراد وبيتصدى لها حارس الهلال اللي بعدها ده هنا بقى أحمد عبدالقادر للارتكاز إزاي أحمد عبدالقادر للارتكاز إن ديانج قرر إنه هو يدخل هو ثالث في منطقة الجزاء فعلى طول أحمد عبدالقادر بزكاء كبير جدا منه كلعب يروح ساحب نفسه من بره منطقة الجزاء ويقف هو مكان ديانج علشان برضو يقدر يتعامل الكرة دي لو اتخطفت بسرعة والهلال عايز يعمل هجمة سريعة مين حيبقى ارتكاز مين حيملى المكان ده فيروح ساحب نفسه ويدي مساحة لديانج إن ديانج يدخل مكان وهو على طول يروح ياخد مكان ديانج اللي بعدها عبدالقادر راجع يعمل الواجب الدفاعي بتاعه في الشرط التاني شوف كم من الاستهلاك البدني ده اللي في الشرط الأول شكرا بقول لك أنا أبهرني مرضوده البدني النهاردة دي في الشرط التاني كرة في الشرط التاني بتلعب ضد فريق تسع العيبة يعني حتتجاب حتتجاب واتنين بس من الهلال ومع ذلك الراجل راجع لنص ملعب الأهلي بيعمل الواجب الدفاعي ده النادي الأهلي